السؤال اللي بعد كده من حساب السؤال بيقول عندي سؤال عن المرأة الحائط ما هي العبادات التي تجوز للحائط بالتفصيل وهل قراءة القرآن أو حفظه أو تسميعه من غير المصحف حرام أم لا أم حلال أول حاجة العبادات التي تجوز من المرأة أول حقيقة وكأنها بتتكلم عن العبادات اللسانية يعني مش بتتكلم عن العبادات مطلقا يعني أظن ما هي ما تسألش عن الصدقة أكيد الصدقة يجوز للمرأة لكن هي بتتكلم عن العبادات اللسانية اللي منها هي اللي منها الأذكار منها تلاوة القرآن منها الاستغفار منها كل الكلام الذي يتعلق به التلاوة فالأذكار أول حاجة آه يجوز له السكر بل يستحب ليه الزكر أنها تقول الأذكار وتقول كمان وتذكر الله سبحانه وتعالى الأذكار الصباح والمساء وأنها كمان تصلي على حضرة النبي فالصلاة على حضرة النبي جائزة أدي عبادة هي اللسانية الأذكار جائزة تلاوة القرآن التي تقصد بها تلاوة القرآن هي دي القصة يعني تلاوة القرآن الذي تقصد بها تلاوة القرآن هي القصة بقى هي لو كانت معتادة وعندها ورد وبتخاف تنسى يجوز أنها تتلو القرآن بغير مس المصحف مس المصحف ممنوع على الحق طب إذا كانت هي بتحفظ أو عندها ورد لازم تحفظه عشان القرآن ما يتفلتش منها أو بتذاكر عشان الامتحان لو كان في أي سبب عشان هي تتلو القرآن تتلو القرآن وبعضهم يقولون ما تتلو القرآن وتقصد بها الذكر مش تقصد به القرآنية لأنه ممنوع أن هي تتلو القرآن فيتتلو القرآن إذا كان عندها ورد وبتخاف أن هي تنسى أو عندها امتحان أو عندها مراجعة أو عندها أي شيء من ده فإذا كان عندها سبب من الأسباب دي يجوز لها أن تتلو القرآن يبقى كده قلنا تلت عباداتها هي الذكر والصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه الله عليه وسلم بأي صيغة وكمان تلو القرآن إذا كان عندها ورد وإذا كان عندها مذاكرة وإذا كان عندها مراجعة وإذا كان عندها نصيب من مسألة حفظ القرآن الكريم تلو القرآن الكريم تلو القرآن الكريم تلو القرآن الكريم